اهتمام كبير من الدولة المصرية بإعداد جيل من المبرمجين والمبتكرين في مختلف المجالات الرقمية والعلمية وكمان الدكاء الاصطناعي مؤخرا كان فيه إعلان للفائزين بجوائز المبدع الصغير في المجالات الفنية والأدبية وكمان مجالات الابتكار والتطبيقات الإلكترونية احنا النهاردة معانا أروى وسام السيد أروى هي الفائزة بجائزة الدولة المبدع الصغير فرع المواقع والتطبيقات الإلكترونية من ورانا صباح الخير عليك يا أرو صباح النهار يا أهلا بيك من ورانا وألف ألف مبروك الله يبارك في عمي طبعا إحنا هنعرف قصة الابتكار المعاك الجميل ده لكن في البداية إذا نعرف سيدة مشاهدين أكتر عن أروى عن سنك عن دراستك أنا عندي 16 سنة أول سنوي مدرسة مصطفى كاملة رسمية متميزة لغاية محوزة الأليو باية يا أهلا بيك أنا أمبعدتك أنا إيه ده حكي لنا شوية حاجات أنا خدت كورسي كذا وعملتك أنا لسا أهولنا بقى كل الحاجات هذا المشور من ثلاث سنين كده أنا عرفت منصة كوس بيس إيديول هي منصة ألمانية فيها تقنيات الواقع المعزز والواقع الأفتراضي تعلمتها وبقيت سفيرة فيها وبعد كده بقى معرفت بمثابة بجازة الدولة الصغيرة سبري بس علمي يعني تعلمتها وبقيت سفيرة فيها إزاي؟ بالأول هي في مدرسة عندنا في المدرسة أستاذة راميس جودة هي اللي عرفتني بالمنصة دي كانت خلال فترة الكورونا بدأنا إن إحنا نتعلم منصة دي وكان بقى هو أفضل طلبة قدروا إن هم يستخدموا التقنيات دي بشكل أفضل ويطوروا فيها ويقدموا محتوى كويس هم بقى بياخدوا يقوصوا فراء يعني إن هم يقدروا يبقى معهم الأكاونت إن هم يقدروا يستخدموا كل التولز الموجودة داخل البرنامج بس بعد كده بقى أنا عرفت بجائزة الدولة للمبدأ الصغير فأول سنة ليها وقررت أن أنا عايزة أخش للمسابق دي بس ما كنتش لسه جاهز أو ما كنتش لسه تعلمت برمجة المواقع وكده بعد كده بقى بدأت إن أنا أخش مبادرة أجبال مصر رقمية دخلت أول سنة الحمد لله وتخرجت دلوقتي في السنة الثانية ليها بتعلمنا فيها مبادئ عن برمجة المواقع وبرمجة التطبيقات وأنا بقى شوفت هنا في برمجة المواقع إن ده شغف يعني أنا أحب جدا تصميم مواقع وكده في ودأت إن أنا أتعلم سلفستادي عشان أكمل بقى على يعني أعرف حاجات أكتر وأصرع من الموضوع ده وده إن أنا أطلع مشاريع جاهزة والسنة اللي فاتت شاركت في جائزة الدولة للمبدأ الصغير برضو بس يعني ما توفقتش فيها أول سنة لسه بجرب والسنة دي الحمد لله ما دخلت أعملت بقى اللي هو موقع عن الأمن السيبراني وحمية على الانترنت هي فكرة توعية للشباب والطلبة والفكرة قابلة إنها تتنفس في المدارسة المصرية عشان تفيد الجزء المدرسين اللي هم خصائيين نفسيين اللي بيواجهوا مشاكل ابتزاز والتنمور عشان يواجهوا طلبة في المجالات دي وإقداروا إن هم يتعاملوا معاهم طيب أرون شايفت معاكي مكعب كده عايزين نفهمه ونشرحه للسلام مشاهدينه فينا الضارة تقريبا كمان صح؟ طيب يشرح لنا ده المرجي كيوب ده اللي هو Augmented Reality ده عن طريق الموبايل في الموقع فيه اللي هو تعلم بالواقع الافتراضي والواقع المعزز ده اللي هم يشوفوا الاختيارات الموجودة موجود في الكيوب لما بنحط الموبايل بيظهر بنتي بتوجه نصايح عن اللي هو حماية على الإنترنت للسن الصغير اللي هو الصورة دي مزبوط؟ أيوة لأن الموقع بيقدم لكل الأعمار نفس المكعب اللي جنبك ده هو ده؟ أيوة أول ما بنحط الموبايل على طول هو بيقرأ زي الكيو أركود هو عليه زي الكيو أركود كده بتتقري بتبدأ أنه يعمل التصميم اللي أنا مصممه على كو سبيس وكمان زيه برضو موجود على النظارة النظارة الواقع الافتراضي بيعرض فيها في أنا عاملة داخل الموقع زي جلسة وهمية جلسة نفسية بيقدر الطالب أنه يفتح الموقع ويحط الموبايل في النظارة ويسمع عن طريق الاختيارات اللي هو بيدخلها إمبوتز بيطلع له أوبوتز زي اللي أنا بندخلها داتابيز في البرنامج وهو يختار مثلا وبتزيز رقمي يطلع له الكلام على البتزيز الرقمي وهكذا طيب ده قائم على فكرة أنت برضو الموقع أنت اللي مصممه أو بلغات برمجة كويس قوي الكيو أركود أو ما يقابل الكيو أركود يعني اللي موجودة على المكعب اللي في إيدك ده أروح الرسائل اللي موجودة عليها بتتغير حسب أنت كل شوية بتعيدي برمجتها إزاي ولا لا هي دي سبتة أنت موصلة فكرة معينة وعايزة تعمليها أوه هي سبتة أنا بعمل التصميم أين كان التصميم ده هو يظهر على الميجة كيو كل موضوع بقى بحسب بتغيري المكعب كل لا مش بغير هو هو نفس المكعب بس أنا بغير التصميم على المنصة وأين كان التصميم إيه هيتعرض على إنما ده ثابت المكعب ده ثابت أيو أيو حتى هو مش لازم يبقى مكعب ده هو موجود منه حتى اللي هو بنتبعه ونعمله بالورق وعادي جدا برضي بشغل كويس قوي يعني في الموقع بقى في حاجات تانية كتير غير الحاجات دي فيه التوضيح المفاهيم اللي هي زي الأمن الصيبراني والحماع على الانترنات والبتزاز الرقمي والبصمة الرقمية وكمان فيه بودكاست أنا عملته بصوتي اسمه بودكاست إحنا معاك هو برضو أنا بحاول داخل الموقع أن أنا أعرض المعلومة بشكل مختلف وأنا مش عايزة أعمل موقع وأخش أقول لهم اعملوا كذا وكذا وكذا أنا لازم عاملة بودكاست أو عاملة شكل كارتون فيه قصص يعني أنا عملاها قصة قصة بنت تعرضت للي بتزازه قصة قصص برضو كارتون كتير بتتكلم عن المواضيع دي عشان برضو توضح الفكرة وآخر الموقع خالص فيه فورم الفورم ده فكرته أنه هو لما إحنا نربطه نربط الموقع بالمدرسة أن الطالب هيدخل اسمه وبياناته ويكتب المشكلة اللي هو وجهها بشكل يخلي الطالب يتواصل مع المعلم اللي في المدرسة من غير ما يسبب له أي حرج أو من غير ما هو يبقى خايف حتى أنه ياخد الخطوة ويتواصل إيضا يتواصل مع معا بالإيميل أنت عشان كذا سميت الموقع أمان؟ آمن آمن موقع آمن أيها يعني هو ده اسمه ولا هو بالفعل موقع آمن؟ هو اسمه موقع آمن هو بيوفر بقى الحماية والأمن يعني طيب المسج اللي بتعمليها أو المسج الرسالة اللي انت بعتها من خلال الاسم في حد ذاتها مع الرسائل اللي انت حطها ومع فكرة البنوتة اللي بتتعرض للإبتزاز انت بتوصلي رسائل معينة أنه أيوه للفئات العمرية يعني عارفة تصنف الفئات العمرية الأطفال تخطبهم بلغة معينة صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ أيوه الأطفال فيه اللي هو زي الماجيك يبقى فكرة كويسة قوي للأطفال وبرضو الكرتون الموجود والحاجات بقى البقية برضو هي تنفع للأطفال والكبار يعني حتى فيه جزء برضو للمعلم وليه الأمر اللي هو توعية ليهم بس عشان يقدروا يوجهوا لطلبة وأولادهم بعد الفوز فيه المسابقة شغالة على استدامة الموقع إنه يبقى الموقع موجود وتقدر التوالي فيه إن شاء الله حتى أفكار أيوه أنا حتى أفكار برضو في تطوير الموقع لسه لأنه برضو هو إن كان أنا وانا بعمله وما حدد بوقت معين عشان أقدر أن أقدم في المسابقة وأنا لسه مكملة بقى في تعلم الموقع عشان أقدر أعمل موقع أكبر إن شاء الله مين اللي شجعك على الاشتراك في هذه المسابقة؟ أنت شتركت السنة اللي فاتت زي ما قلت لكن ربنا ما وفقكيش وكنت حريصة أنك تشترك تاني أنا أول ما شفنا هو طبعا مدرسة بتشجعنا في المواضيع دي أستاذها أماني غريب ومديرة مدرستنا طبعا هي بتشجعني دايما وتتعمني وأستاذها دامي سجودة برضو هي بتوجهنا للمسابقات اللي نحن نقدر أن نبين فيها مهاراتنا ومواهبنا أنا أول ما شفت المسابقة وهو بابا قالي الأول إنها مسابقة كويسة وأنها لازم أشارك فيها بس أنا لسه ما كنتش جاهزة أول سنة فبدأت إن أنا أجهزتني سنة بقى لما دخلت طبعا بابا وماما كانوا الدعم الأولية يعني بس أنا كنت أحبة أنا دخلت برضو أكتر من مسابقة تانية قبل كده قبل ما أخش أجهزة الدولة والحمد لله يعني توفقت واخدت مراكز على مستوى الوطن العربي طيب التنسيق مع الشغلك الطبيعي كبنوتا في أول سنوي التكنولوجي منس أننا نفتح الموبايل عادي عشان نعمل سيرفين كده عادي بنلاقي اليوم خلص وبيضيع الوقت أنت بقى بيشغالة على تطبيقات وبرمجيات وأن أنت تعيدي البرمجة ده بتثبطي وقته إزاي لأنه ده نوع من أنواع الدراسة أنت شو بس بتستخدميك ترفيج وإن كان الترفيج ده حاجة مطلوبة جدا في أثناء الدراسة برضو ولكن أنت عندك مواد نظامية بتعمليها في أول سنة وعندك الشغل بتاعك اللي أنت بتعمليه حتى هي التقديم في المسابقة أصلا بيبقى والشغل كله بيبقى في نص الدراسة بس عشان أنا عندي شغف وعندي حب في الحاجة دي قوي فأنا بديلها لأ وقت بإتقان وإخلاص تام يعني دايما الشغف هو لي بيحرك الإنسان طيب أنت تنصحي الناس اللي في سنك بإيه أولا طبعا مبادرة أجوال مصر الرقمية دي حاجة كويسة جدا لازم أي حد حابب بياخد أي خطوة كويسة في المستقبل إن شاء الله نواء يقدم في المسابقة دي لأنها هتعرفه بمجالات التكنولوجيا المختلفة برمجة أو تصميم حتى الـ Graphic Design داخل فيها والأمن السيبراني وإذا كانت استضاعية كل الحاجات دي إحنا بندرسها هي بتفتح لنا طريق لما بنعدي أكتر بنتعرف الحاجة بعمق ولكن هي هتفتح لنا طريق وهنعرف شغفنا فين دي حاجة مهمة أو إن إحنا نعرف بقى إحنا شغفنا رايح فين بجد مش بس إحنا طبعا زي مثلا الرياضة كده برضو إحنا بنجرب وهكذا ده برضو في التكنولوجيا إحنا لازم نعرف برضو إحنا شغفنا رايح فين عشان نستغل الطاقتنا فيه طيب إيه مبادرة أجبال مصر الرقمية مبادرة مهمة خصوصا أنه منزلوا بالسن كمان أول كانت للسن الأكبر شوية دلوقتي السنة دي يمكن من أول عمر ستة بتدقي متحلو أنه هو يدخل بس بتقولي إيه للولاد اللي بتبقى خايفة أنها تلتزم بمدة دراسية طويلة لأن المبادرة بتستمر معاكي سنين وسنين هي لفلز بس بتستمر معاكي سنين وسنين فالولاد بتبقى متحمسة بس عايزة كورس أسبوع عشر أيام شهر بالكتير فكرة أن المبادرة بتاخد وقت طويلة زي المدرسة بالضبط الترم أول وترم تاني خلال فترة الدراسة بيبقى فيها الدراسة فيها مش صعبة ومش مملة دراسة ممتعة مش بتعتمد أكتر على السلف لرنينج أو على التعالي بس جنبه فيه سيشنز بنحضرها في أماكن تدريبية في المحافظات بتاعتنا وده بيخلينا بقى نعمل تيمز مع بعض ونبدأ نحن نشتغل ويبقى فيه أنشطة بنعملها تانية غير إن إحنا قاعدين بس ندرس المحتوى اللي محطوط لنا وبيقى فيه كمان بتبقى كل أسبوع عشان نراجع على الجزء اللي إحنا خدناه عشان ما ننساش ده مهم جدا طيب جزء برضو عشان نشجع الناس أكتر إنه الدخول وتعلم البرمجة والدخول وعمل تطبيقات وعمل مواقع بهذا الشكل زي ما أنت عامل يكون مربح فأنت الوقت اشتغلت على جانب مهم جدا في التوعية والإرشاد والنصح بالنسبة للأطفال وبالنسبة للشباب والمراهقين وكل الفئات العمرية حتى أنت قلت كمان بالنسبة للأباء والأمهات والمدرسين وكذا هل في جانب آخر من الممكن يكون في نفس الموقع يكون تتربحي من خلاله لا الموقع ده هو أساسه يعني ممكن تعلم البرمجة بشكل عام في المستقبل لما نبدأ نحنا مثلا بعد كده يعني في مراحل تانية نبدأ نحنا نشتغل في فريلانسينج وكده نحنا نعمل مواقع ده هو ده كله خبرة ودخول المسابقات برضو خبرة يعني برضو دخول المسابقات يقويم قوي وده برضو أنا بنصح بي يعني أن هما يدخلوا المسابقات ويجربوا لأن في خبرات كتير احنا مش بناخدها من الدراسة بس كده طيب أنا عايزة أسألك وعرفيني أنا يعني مش عارفة فعلا وعايزة أعرف أنت بتصممي مواقع هل كمان بيبقى عندك القدرة على تصميم أبليكيشنز أو تصميم حاجات زي كده ولا أنت شغفك المواقع وعايزة تعملي حيات كده أنا ممكن أن أعمل أنا بحب اللي هو جزء اليو آي في التصميم اللي هو تصميم المواقع والتطبيقات بشكل اللي هو الديزاين بس بتاعهم مو كده بس أنا متعمقة بقى في جزء اللي هو البرمجة أو تطوير المواقع الإلكترونية اللي هو الجزء البرمجة بس مش بس اليو آي الديزاين بتاعه طيب استخدامك ليه أدوات مختلفة بتقولي لي حتى كان في الموقع في آمن عندك جزء كرتون أو معمول في السن بتاعك يا أروا عادة الناس بتتفرج على الكرتون يعني الأنمي يعني وهي متبعها أكتر أنت اللي مصممة الرسوم المتحركة اللي موجودة عندك في الموقع ولا أنت استخدمتيها ووظفتيها لا أنا مصموها كلها وكل الحاجات كمان بصوتي في الموقع ده أنا أصلا يعني من زمان وأنا بشوف الكرتون أنا عايزة عرفه وبتعامل إزاي فبدأت بقى أنا أشوف طبعا هو موضوع كبير وبياخد خطوات وقت طويل عشان نحن نعمل كرتون بس في موقع كتير بتسهلنا الحاجات دي ونحن نقدر نحن نعمل حاجة بسيطة توصل للفكرة بشكل ممتع نحن طبعا بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله أروا وسام السيدة الفائزة بجاس الدولة المبدع الصغير فرع المواقع والتطبيقات الإلكترونية نورتينا يا أروا